السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ماما أصلا ميس النهاردة هنشرح تاريخ أول أعدادي عصر المجد الحربي أو الدولة الحديثة بصراحة أنا كنت عايزة قبل ما أدخل في الدرس عايزة أقول لكم كده أمنيتي اللي هي ما تحققتش ومش هتتحقق بس برضو أشارككم معايا الأمنية بصوا جماعة بصراحة أنا نفسي أعيش في شقة تكون مترامية الأطراف أزهق من القضة دي أسافر للقضة التانية أزهق من القضة التانية أسافر للقضة التالتة وعيش حياتي كده في براح ووزع زي بالضبط الامبراطورية اللي عملها ملوك الدولة الحديث شمعنا هم فكرت في إيه بقى؟ فكرت أهد الحيطة اللي بيني وبين جارتي وتوسع وأضم شقتها لشقتي ويعني لو خدت شوية حروب ومعارك مع جارتي وعيالها فيها إيه؟ وانتصر عليهم بس لا لا أستغفر الله العظيم التفكير اللي أنا بفكره دا استغفر الله العظيم سامحني يا رب دي جارتي حبيبتي برضو لا لا خلينا في الدولة الحديثة أحسن لا خلينا كده بصوا بقى هم سموا الدولة الحديثة عصر المجد الحربي ليه؟ عشان ملوك الدولة دي اهتموا بالتساع ملقهم وزيادة مساحة امبراطوريتهم ودخلوا معارك عسكرية كتيرة وحقق انتصارات على الهكسوس والحيسيين انتو عارفين الامبراطورية دي كتقدة ايه؟ دي ضمت بلاد كتير قوي زي بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين اللي هي العراق دلوقتي وبلاد بونت اللي هي الصومال المؤرخين اعتبروا ان الملك أحمص هو مؤسس الدولة الحديثة لان هو انتصر على الهكسوس وهو اللي طردهم الملكة حتش بسوت انا مسميها الملكة حتش بسوت الكيوت ليه كيوت؟ لان هي ما كانتش بتحب الحروب واصرها كان عصر سلام وامن واستقرار وعملت علاقات تجارية مع الدول المجورة وبنت مسلتين في معبد القرنق وبعتت رحلتين تجاريتين لبلاد بونت عشان تجيب البخور والعاج والأحجار الكريمة والأخشاب وجلد الأسود وتسيب الأسود من غير جلد انا مش عارفة هي عملت كده ليه بس الله يسمحها الملكة حتمس الثالث ده أعظم ملوك مصر الفرعونية وكان شاطر قوي وخبير في مجال الحرب والإدارة ازاي؟ هقول لكم في مجال الحرب قسم الفرخة سوري قسم الجيش لقلب واجنحين واخترح حرب المفاجأة وعمل أسطول وفرض سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا اللي هي لبنان وقام بستاشر حملة عسكرية لفلسطين وسوريا ليه؟ عشان يأمن حدود الإمبراطورية المصرية وسبت حكم مصر في بلاد النوبة وانتصر على أمير قادش في معركة مجدو وأقام أقدر إمبراطورية في التاريخ يا سلام في المجال الإداري بقى أو في مجال الإدارة جاب أبناء الأقاريم الأسيوية يتعلموا ويتربوا في مصر ليه؟ عشان يضمن ولاءهم وانتماءهم لمصر وعمل كمان حلاقات قوية بملوك وحكام البلاد المجورة وخلى علاقته طيبة وكويسة بالأمراء الأسيويين وده ساعد على تماسك الإمبراطورية المصرية ونشر الثقافة المصرية في بلادهم نكمل المرة الجاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر